وضع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني حجر الأساس للمجمع الصناعي الأخضر بالمنطقة الصناعية بمدينة العالمين الجديدة وهو أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر وأكد شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تدعم وتشجع الاعتماد على الصناعة المحلية وضع عظيم المكون المحلي في مختلف المنتجات وصولا للتصنيع الكامل محلي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعظيم الاعتماد على المنتجات المحلية وتوطين التقنيات والصناعات الحديثة